السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام ازاي حضراتكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم عن الخبر الانتشر على السوشيال ميديا وهو خبر انفصال الفنانة اصالة من زوجها الشاعر العراقي فايق حسن وهنعرف كل التفاصيل معينا في الفيديو وحقيقة الخبر وكمان اول تعليق من الفنانة اصالة على خبر انفصالها او طلقها من زوجها بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة واحب اشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا جزاكم عنا كل خير الفنانة اصالة الساعات اللي فاتت دي في محركات البحث على السوشيال ميديا وعلى جوجل كانت عليها بحث كتير جدا بسبب خبر انفصالها او طلقها من زوجها الشاعر العراقي فايق حسن وانتشر الخبر على السوشيال ميديا بس ما كانتش الفنانة اصالة صراحت باي حاجة لحد من ساعات بسيطة لكن صراحت الفنانة اصالة وقالت ان بعد اعلان طلقها او انفصالها من فايق حسن مدير اعمال الفنان ماجد المصري وهو شاعر العراقي احنا عارفين طبعا ان اول ما اعلنت الفنانة اصالة زواجها منه كان في ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي لان اصالة كان دي المرة الرابعة لها للزواج وشاركة اصالة جمهورها بصورة بعقد قرانها وزفافها على الشاعر العراقي فايق حسن وارفقتها بتعليق من وقت معرفته وهو الاقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل احترام وتقدير وثقة لكن طبعا بعد انتشار الصورة دي قررت الفنانة اصالة الكلام تاني الساعات اللي فاتت دي وده اكبر تجذيب على الخبر اللي انتشر على السوشيال ميديا اللي هو انفصال اصالة او طلقها من فايق حسن وعلقت اصالة بالصورة دي وشكرت جزها على الوقت الجميل اللي بيقضيه معاها وكمان مدحته بكلمات حلوة جدا وبعد نشر اصالة للصورة دي مرة تانية اعرف الجمهور ان الكلام المنتشر على السوشيال ميديا ده اكبر اشاعة واكبر غلط لكن في حد مقرب من الفنانة اصالة قال ان وراء الاشاعة طلق الفنانة اصالة هو طلقها طبعا احنا عارفينه طارق العريان وقالوا انه هو من بعد مقصالة اتزوجت فايق حسن وهو ما فيه خلاف مستمر معها